في الرسمة اللي قدامنا بيشوفوا نظرية النشوء والارتقاء بتقول لنا ايه بالزبط عن موضوع الديناسورات بتقول ان في حاجة اسمها اكتيوسوراس تحت خالص كده في الناحية الحمرة بيقولك ده الجد التخيلي بتاع التماسيح والديناسورات وبعدين بيقولك الديناسورات جيت هنا في النص والديناسور من صفاته انه الديل بتاعه مرتفع عن الارض وانه الاطراف الامامية بتاعته صغيرة والاطراف الكبيرة هو اللي بيمشي عليها اساسا تمام دي الديناسورات اللي بتدب على الارض دي غير التنانين اللي في البحار وغير اللي يسموه ديناسورات طائرة بس هي دي مع طائفة الطيور بس خلينا نكلم على دبابات الارض اساسا يعني الحيوان الشبيه هو في استراليا الكانجرو بمشي على الرجلين اه في الماشي اه بس هما مالوش علاقة بالديناسور لانه ده مارسيبيالز يعني بيحمل الجنين في كيس من الخارج لكن هي مسألة الماشي زي ما حضرتك قلت فالديناسورات دي عظمها قوية جدا عضلتها قوية جدا وبعدين بيقولك الديناسورات تحولت الى الطيور وبيقولك ان الطيور الحديثة دي هي منتج الديناسورات اللي انتهت علشان نتحول من كائن بيمشي على الارض بالعظام القوية دي والعضلات القوية عشان يكون جناح دي حاجة صعبة جدا جدا عشان يكون ريش عشان العظام لازم تتغير عشان تبقى خفيفة وقوية زي عظام الطيور ايه اللي عمل التغيرات دي ما التغيرات عشان تحصل لازم يحصل تغيرات في الجينات ولازم تحط عليها معلومات ورسية فالديناسور ده لو قاعد يرفرف مليون سنة عمره ما هيطير فبنرجع على السؤال اللي حكى داروين انه حلقة الوصل بالضبط مفيش حلقة وصل بينهم ولما هنكمل الحديث هيلفقوا حلقة وصل وهنشوف انها طلعت اجزوبة فتيجي بعد كده تروح مثلا مانيتوبا يوروك عصفور زي كده ويقولك دي الديناسورات الحية فانت رايح متحف تتعلم وتتعرف على الكلام المهم اللي في المتاحف يقولك العصفور اللي انت شايفه ده كان اصله ديناسور ده الكلام الناس بتذكر فكرة حلو العصفور ده مش كده برضو الفكرة يا اسيس نزار ان ده اللي بيدرس في المدارس وده لما مجموعة الطلبة يروحوا يزوروا متحف زي مانيتوبا وده متحف فخم جدا هيتعلموا ان الديناسورات اصبحت طيور ده شيء بيخليهم ما يصدقش بقى في كلمة ربنا لما الرب يقول انه خلق الطيور في اليوم الخامس وخلق دبابات الارض اللي منها الديناسورات في اليوم السادس لكن اللي هو بيتقدم له اللي هو العلم الافتراضي مش العلم التشغيلي لانه محدش شاف عمره ديناسور بتحول لطائر بيقول فيه انه هذا الافتراض هو ده اللي حصل وعليك تصدق هذا الكلام وانما صدقتوش يتهموك انك انت مش مع العلم والكلام تعالى بقى نشوف ايه اللي ممكن او اللي لازم يحصل علشان ديناسور يتحول الى طائر لازم يحصل له نمو الريش انا حطت شوية حاجات كتير قوي في السلايد لازم يحصل نمو للريش الريش ده يجي منين الريش ده حاجة معقدة جدا لانه فيه ولازم لما يتفرد فيه كمان غدة عند الطائر انه يدهنوا بيها علشان لو مطرت يبقى عليه بمكان زيتي ما يقعش وفيه اتزان بين الريش اللي في الجناح والجناح التاني عشان يبقى فيه اتزان وفيه عضلات بتحركوا عشان ياخدوا الوضع السليم زي عارف الطيارة لما تغير وضعها الريش اقص معقد جدا لا وشهل اكم ريشة بيفقد توازن بالزبط فازاي الديناسور هيعمل ريش الديناسور عنده زي جلد كده حرشيف فازاي تتحول الحرشيف دي الى الى ريش لا وجلد قاس جدا بالزبط جدا مافيش ميكانيزم مافيش وسيلة والعصفور اللي شفناه ده ناعم وحلو لازم يتغير الجهاز التنفسي كمان لانه لازم الطائر بياخد اكسجين كتير اوي 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 عشان يديله طاقة بسرعة لكن الديناسورات اللي عايش على الارض عندها جهاز تنفسي مختلف تماما ايه اللي يغير الجهاز التنفسي ايه الميكانيزم ايه الوسيلة اللي تغيره لازم العظام تتغير تبقى مجوفة وتبقى خفيفة عشان يطير لكن العظام التقيلة دي مش هتطير لازم يحصل تغيير في الجهاز الهضمي الجهاز العصبي بتاعه ولازم يكون عنده منقار بدل الاسنان اللي عنده وبعدين انه يبقى عنده مهارة بناء الاعشاش والحاجات دي بعد ما كان عايش على الارض التحليق وازاي يعرف اتجاهاته شوف التغيرات دي قد هي اسيس نظار ازاي يقول لي في متحف منيتوبا ان هذا العصفور كان اصله داينسور جب لي الدليل احنا عايزين نفكر احنا عايزين الادلة بحسك انه عم بهينوا عقولنا بهاي الطريقة بالزبط وللأسف بيقدمونا دا على اساس دا العلم المطلق ولو اتناقشت فيه قولك لا انت مش 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 في العلم لا احنا عايزين العلم بس العلم التشغيلي اللي كلنا نتفق عليه ليس العلم الكاذب كما يقول كتاب المقدس بالزبط اشتركوا في القناة